على خلفية ما تشهده القارة الإفريقية من تفاقم في الأوضاع السياسية وتصاعد في حدة الاضطرابات انطلق في العاصمة المصرية القاهرة مؤتمر الصراعات في القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري والذي يهدف إلى تقديم قراءة شاملة حول أبعاد وتداعيات الصراعات في إقليم القرن الإفريقي كما تناول الأزمات في الإقليم التي باتت تزداد بشكل كبير وكيفية وضع حلول لها طبعا المؤتمر النهار دالي أهمية كبيرة جدا في ذل الأزمات التي تحصل في منطقة القرن الإفريقي والصراعات بما يشملها من تداخلات خارجية، تنافس دولي، استقطاب سياسي أو صراعات داخلية مؤثرة على منطقة إقليم القرن الإفريقي بصفة عامة وعلى مصر والأمن القومي المصري بصفة خاصة طبعا دور مهم من أدوار المركز البحثية اللي هو زي المركز المصري إنه هو بيناقش أجندة بيتم من خلالها التوصل لحلول الأزمات والصراعات اللي بتحصل في المنطقة وطبعا التهديد اللي بيمث الأمن القومي المصري أو الدولة المصرية بصفة خاصة وأشار الحضور إلى أن التدخلات الخارجية في شؤون دول القرن الإفريقي تعد عاملا أساسيا في زيادة الصراعات مؤكدين أن جميع الصراعات التي تجري في سوريا ولبنان واليمن والقرن الإفريقي لن تتوقف حتى تتوقف تلك التدخلات الخارجية أعتقد أن هذا المؤتمر سيلقي الكثير من الضوء على هذا الموقع الاستراتيجي المهم وعلى ما يجري فيه من صراعات سنائية ومن جماعات إرهابية فهم ما يجري في هذه المنطقة الاستراتيجية مهم جدا للأمن القومي المصري أصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات كان أبرزها إطلاق مبادرات نوعية للحوار الشامل بين دول الإقليم وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة إضافة إلى معالجة تباعيات الصراعات والأزمات التي يشهدها القرن الإفريقي بمشاركة واسعة لخبراء الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية انطلق مؤتمر صراعات القرن الإفريقي لمناقشة الأسباب الرئيسية للصراعات الراهنة في إقليم القرن الإفريقي وبلورة سبل حل تلك الصراعات مريم سعيد اليوم القاهرة